وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 115 قضية تموينية بمضبطات قرابة 5451 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 71 طن سلع غدائية مختلفة وفي مجال البيع بأسعار الرسمية للسلع الغدائية تم ضبط أكثر من 55 طن أما في مجال حجب مواد البناء فقد تم ضبط 5287 طن حديد و24 طن أسمنت